أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا على يوم الجمعة 12 تشرين الثاني نوفمبر فعشان هيك من قلكم جمعة مباركة وربنا يتقبل منها ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله القمر اليوم موجود في برج الدلو ورح ينتقل في ساعة الصباح لبرج الحوت هو الآن موجود في منزلة المقدم موعد بث الحلقة وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة رح يمكت فيها القمر في هاي المنزل لغاية الساعة ثلاثة وواحد واربعين دقيقة من بعد عصر اليوم الجمعة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة المؤخر وهي للربح والعلاج والإتلاف والتفريق والضرر بما أن القمر موجود في برج الدلو فبالظل مؤثر علينا أجواء برج الدلو لغاية ساعات الصباح فمنشعر أنه إحنا بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة سلوب جديد في حياتنا وبيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا بهاي الفترة تعزيز صداقة جديدة أو إدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء جهاز تلفاز مثلا أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية إحنا ذكرناها يوم أمس أول أمس هي زاوية تربيع سلبية وهي مؤثرة ما زالت على الجميع هي زاوية التربيع السلبية بين المريخ وبين زحل فهاي بتزيد المواجهة والمشاحنات وأعمال العنف وعادة هاي بتخلف مشاكل عديدة بتزيد في هاي الفترة العصبية يجب تمالك العصاب وضبط النفس عند التعامل مع الغير وحاولوا انقدر الإمكان تتجنبوا المواجهة ممكن شوي هيك يتفاقم الشعور بالملل ويتحول لنوع من أنواع الامتعاض أو الشكوى وبينعكس هذا على علاقاتنا مع الغير أما بالنسبة للزاوية التي ستتشكل قبل خلو المسار وبرضو ذكرناها يوم أمس هي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة وواحد وخمسين دقيقة مساء من مساء الليلة هاي موعد بث الحلقة اللي هو مساء الخميس فمنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي زاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني الساعة سبعة وواحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش بيبدأ عنا خلو المسار وبيستمر حتى يوم الجمعة له صباح يوم الجمعة حتى تمام الساعة سبعة وثلاث وخمسين دقيقة صباحا هذا بيعني أن الفترة المذكورة يعني لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة سبعة وثلاث وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش يعني الساعة عشرة إلا خمسة صباحا بتوقيت الأردن بيصير القمر خلص استقر في برج الحوت فبتتغير نفسيتنا من ساعات الصباح فبتصير تلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة ممكن نشعر بالضياع ومنجح بالتركيز على موضوع معين نتذمر ونكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة في هاي الفترة قسم كبير برضو من الفاشلين في غرامهم بينزوا جانبا وممكن يضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة منقع في حبائل الغرام بشكل مفاجئ بوسعنا التأمل والصلاة لأنها فترة بتدل على الروحانية العالية النجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى أو شراء الزهور أو اقتناء شيء بيتعلق بالفن يعني زي آل التصوير مثلا بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل ما بعد انتهاء خلو المسار والانتقال هم زاويتين الزاوية الأولى زاوية بطيئة هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين الشمس وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة أربعة وثلاثة وعشرين دقيقة مساء بتعزز الخيال الخصد في المجالات الفنية والابتكار وبتزيد من قوة الحدث طبعا هاي الزاوية رح تستمر معنا مدة تقريبا أسبوع أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديث إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي تقريبا من ساعات الصباح ببلش تأثيرها هي بتتم أو ذروتها الساعة ثمانية وسبعت عشر دقيقة مساء بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم بالنسبة للزاوية اللي ذكرناها في الأيام الماضي اللي هي التربيع اللي رح تتشكل بين الشمس وبين المشتري وقلنا أنه هاي الزاوية رح يكون أوجها وذروتها يوم 15-11 فهاي اللي شوي بتخلينا نميل للتبذير أو نعيش بمستوى أعلى من مستوانا المالي بتجذب بعض الأشخاص للقمار والمضاربات المالية والمغامرات المالية وعادة بفشلوا في هاي المغامرة وبتسبب لهم نوع من أنواع الخسارات فعشان هيك منقولهم ما حدا يغامر على المستوى المالي بالفترة هاي لأنه هاي فترة بتبدد الحظوظ في أي مسعى منقوم فيه يعني على كل المستويات الحظ تقريبا نقدر نحكي لا تعتمدوا عليه لما يصير القمر موجود في برج الحوت في أعراض من جسمنا أعضاء من جسمنا هي اللي بتصير حساسة جدا وبتطلب منها الاهتمام فيها أكثر من اللازم الأعضاء هاي اللي هم القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية درس في الطب هذا أسابنا نعطيكو الإندروفين اللي هو هرمون مسكن للألم بصير فيه مشاكل والميلاتونين برضو هرمون مساعد على النوم هدول الهرمونات اثنين مع اللي ذكرناهم عادة ليش موريد برج الحوت حساسين الزيادة عن اللزوم ولما بدخل القمر على برج الحوت بيصير حساسية الجسم عالية لأي مرض لأي تعب يعني بصير آلامه مضاعفي لأنه أول شيء الإندروفين هو هرمون مسكن للألم فهذا بصير فيه نوع من أنواع المشاكل بإفرازه من الغد النخامية فبصير إنه شعورنا بالألم أكثر من اللازم أكثر من الإش الطبيعي الميلاتونين هو هرمون مساعد على النوم عشان هيك في فترة وجود القمر في الحوت بصير فترة فيها نوع من أنواع الأرق أو بيصير فيها صعوبة في النوم أو حتى وإنت نايم بصير فيها كوابيس أكثر بيكون حساس أكثر الواحد فيها هدولة النقاط هي أكثر النقاط اللي بيكون حساسة بخلال فترة وجود القمر في برج الحوت عشان هيك العمليات الجراحية مننصح فيها اليوم إحنا منقول مثلا بعد خلو المسار أنا بنصح بعمليات جراحية بفترة خلو المسار لا أنصح بعمليات جراحية والعمليات الجراحية اللي بنصح فيها أي شيء غير اللي أنا ذكرته يعني غير القدمين وأصابع القدم والغدد والأشياء هاي جائز أنك تعمل أي عملية لأي عضو تاني ولكن المشكلة اللي راح تصير أنه هذا المريض بتطلب مسكنات أعلى لأنها بتكون شوي الآلام نشعر فيها أكثر من الشيء الطبيعي هذا واحد يعني اللي ما بتحمل الآلام ما يعمل عمليات جراحية اللي بتحمل الآلام وعادي على مسكنات بمشي يعمل عمليات هذا اليوم برضو مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة غير مناسبة لإزالة الشعر الزائد بتصلح هاي الفترة أو هذا اليوم لقص الشعر التجميلي أو الصبغ وبصلح للقص العلاجي برضو لأنه في زوايا إيجابية والقمر اليوم راح يكون سعيد رغم أنه اليوم هو أساسا بالجدول اللي أنا عملته بداية الشهر أنه بقول هذا منتحس منتحس ليش؟ المغامرات المالية العقود تديروا بالكم من النصابين والمحتالين وممكن تكتشفوا خداع بعض الأشخاص فما تتخذوا قرارات حسمة أما لأمور التجميل والعمليات فهي فترة جيدة بالنسبة لمطعوم كورونا برضو ننصح في هذا اليوم أنه تأخذوا مطعوم كورونا ولكن زي ما حكينا أنه الأعراض الجانبية بتكون واضحة فعشان هيك يلازم اللي هي المسكنات زي البرستاتيمول حبتين كل ست ساعات هو أفضل شيء وبرضو ما تنسوا المميئة بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحوت فخلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد اللي هو 14-11 بيبدأ في تمام الساعة 45 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 3 و 47 دقيقة بعد العصر لينتقل القمر من برج الحوت لبرج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر اليوم عمر القمر اللي هو انحسار المحدب 8 أيام في تمام الساعة 11 و 16 دقيقة ظهرا بيصبح 9 أيام نسبة الإضاءة بتصير 60% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 سعيد بنسبة 30% القمر في الدلو وبدو ينتقل للحوت ورح يمكث في الحوت حتى يوم 14-11 سعيد بنسبة 70% عطارد في العقرب حتى يوم 24-11 منتحس بنسبة 65% الزهرة في الجدي حتى يوم 19-12 سعيد بنسبة 60% المريخ في العقرب حتى يوم 13-12 منتحس بنسبة 40% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا من الآن لغاية ساعات الصباح بين الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية والتقارب اللي اتصالات بأنواعها ولكن حساسيتكم عالية جدا ممكن تغضبوا أو تتوتروا أو يكون لكم ردات فعل شوي صعبة وخصوصا أن القمر قاعد ينتقل لبيت المتعب من ساعات الصباح بتشعروا بأن التعب شوي بدأ ينال منكم تفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وحاولوا أنكم تخلدوا للراحة الفترة هاي تعتبروا أنتم في أضعف وأقل أيام الشهر حظا فأهم إش أنكم ما ترهنوا على الحضوض نهائيا وحاولوا أنكم ما تحسموا أي أمر اليوم بتميلوا للهدوء والبعد عن الصخب اتوقع أن يكون عندك نوع من أنواع الفوضى والتاخير والخسارة أو التعطيل أو أشخاص ممكن أنهم يكذبوا عليك برج الثور حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا الأعمال اللي بدأتوا فيها من قبل من الآن لغاية ساعات الصباح حاولوا أنكم تحافظوا على سمعتكم بدون انفعالات بدون عصبيات بدون قرارات اليوم ما في اتخاذ للقرارة نهائيا في ساعات الصباح بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة أحدهم حاول أنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك اليوم في نوع من أنواع التحالف رح يكون ما بينك وبين الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد وحاول أنك تخرج للقاء الناس الوضع الاجتماعي جيد جدا ممكن يتوجه لك اليوم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء برج الجوزاء الي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد اليوم بده يدرس ينتبه أثناء قيادته للسيارة ينتبه على صحته برضه لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا بتتركز الأمور على السمعة لأن القمر رح ينتقل لبيت السمعة فعشان هيك بتكونوا تديروا بالك على أعمالك تنجزوا الأعمال المطلوبة منكم خلوا علاقاتكم بمسؤولينكم جيدة ممكن اليوم يكون في نوع من أنواع الامتحانات لا إلك فحاول قدر الإمكان ضبط الأعصاب لا تخالف قوانين لا تجازف لا تغامر لا تتخذ قرارات يعني بمعنى آخر بدك تنتبه على سمعتك قد ما بتقدر ما في داعي لتشويه السمعة برج السرطان طبعا القمر موجود في البيت الثامن فعشان هيك اليوم ممكن تتفحصوا حساب من الآن لغاية ساعات الصباح الحساب هذا بيكون لأموال مشتركة يعني في شريك معك فيها أهم شيء أنكم تمتعنوا عن تمتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة من هون لغاية ساعات الصباح في ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل ويصير في البيت التاسع فبصير هذا يوم مناسب لا كل شيء له علاقة بالبعيد يعني سفر اتصالات بعيدة رسائل بريد تواصل مع أجانب دراسة جامعية كلها أجواء جيدة فاليوم بتنجحوا بأمور الهلاقة بالسفر والاتصالات وبترغبوا في التفاهم مع أحباكم أهم شيء أنك ما ترتجي العمل ما تستخف بالواجبات الأضواء بتكون مسلطة عليك بدك تكون جاهز لتحمل المسؤولية هاي فترة مهمة رغم أنه بتحملك كثير من الإيجابيات برج الأسد بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم القمر نزال مقابلكم من الآن لغاية الساعات الصباح فعشان هيك طاقتكم ما زالت شوي ضعيفة بتكونوا تهتموا بالشؤون الصحية حاولوا ما تتخذوا قرارات وما تدخلوا بأي مواجهات أو عصبية في ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية بتكونوا تحاضروا اليوم من إهمال نقاط إدارية أو قانونية أنتوا اليوم بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة ممكن تعلجوا أمور مالية أو إرثية أو تنشغلوا بتخليص معاملة رسمية أهم إشي أنه اليوم ما تتذمروا على مسمع أحد المعارف برج العذرة بتكوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولوا أنكمات بادروا في أي عمل جديد من الآن لغاية ساعات الصباح وبالمقابل بتكوا تنتبهوا على صحتكم من الآن وطيلة النهار لأن القمر الآن بلش في مراحل المقابلة في ساعات الصباح بصير مقابلكم تماماً في الحوت فبتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم هذا يوم مناسب لا التفاهم مع شركاء العمل والعاطفة ولكن هاي الفترة إجمالاً رغم إيجابيتها على النقاط الشراكة والعاطفة والمصالحات إلا أنها بتسحب من طاقتك فبتصير هاي الفترة فيها نوع من أنواع الصعوبة وممكن تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية بحذرك من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر وبتكوا تحذروا من المشاكل على أنواعها تعتبر هاي الفترة من أصعب أيام الشهر لما بيكون القمر مقابلك أو في بيت متاعبك برج الميزان بتظل العاطفة قوية عندكم وبتميل ولا تواصل مع أحبائكم ولا تجاوب أحبائكم معكم من الآن لغاية ساعات الصباح وممكن الاهتمام بموضوع بتعلق بأحد الأحبة في ساعات الصباح بيبدأ العمل بالتراكم عندكم أهم شيء أنك اليوم تحاولوا أنك تنجزوا اللي بتقدروا عليه من العمل دون إهمال صحتكم هذا يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أهم شيء أنك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية وأطلب مساعدة الزملاء إذا دعت الحاجة هاي فترة مهمة جدا حاول أنك تهتم بسلامتك الجسدية برج العقرب اتجنبوا ادخال أي تغيير جذري على مسكنكم من الآن لغاية ساعات الصباح ممكن يظهر أي خلاف أو عطل لو علاقة بالمنزل أو انشغلات منزلية أو عائلية من الآن للصباح ومن ساعات الصباح بتجتازوا بصورة عامة يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح بوسعكم ومارسة نشاط فني بدعوك للإبكار إلى نشاطاتك وعدم التلك حضر بشكل جيد لعملك وحاول أنك ما ترتجل ممكن تنطلق اليوم بمشروع جديد أو تتلقى إيجابي على إشارات مهمة حاول أنك تبتسم الحظ اليوم لجانبك رغم أنه بقولك ما تعتمد على الحظ بسبب الزوايا الفلكية برج القوس اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة من الآن لغاية ساعات الصباح بده يركز بشكل جيد وبده يدرس بشكل جيد وما يعتمد على الحظ حاولوا أنك تنتبهوا أثناء نقاشاتكم وحواراتكم وتنقلاتكم الأجواء شوي فيها نوع من أنواع الضغط عليكم فعشان هيك بتكونوا حذرين في ساعات الصباح بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية حاولوا أنك تلطفوا الأجواء تفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد ما بيظهر بشكل مفاجئ طبعا القمر ما هو بشجعك على تكرار المحاولات في بعض الأمور يعني إذا وجدت فيها نوع من أنواع صعوبة من أول مرة ممكن ثاني مرة تمشي معك فكرروا المحاولة في أي أمر أنت بتقدم عليه اليوم بترتفع عندك نسبة الحضوض درجة وممكن يكون في بعض الأمور لصالحك برج الجديد بتكون تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وتخففوا من النفقات وتنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع الأجواء شوي بدها انتباه أكثر اليوم من الآن لغاية ساعات الصباح خصوصا على الأمور المالية من ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وبصير يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة ممكن اليوم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار وهي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات بتنجحوا اليوم بطرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل أو تقدم على عمل برضو بكون مهم وبيلفت الأنظار والإعجاب الأجواء جيدة وداعملة لك بالفترة هاي وفي كثير من الأشياء اللي ممكن تكون مميزة برج الدلو أنتوا اليوم عندكم نشاط عالي جدا يعني من الآن في نوع من أنواع النشاط العالي أفضل من الأيام اللي مضت لأنه كانت كل الزوايا موجودة فالآن شوي هي زوايا موجودة ولكن أخف بضغطها من لما تكون بأوجها بمع هيك حاولوا أنكم ما تبدروا لعمل جديد بل واصلوا ما بدأتم فيه من قبل في ساعات الصباح بتحصلوا على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة حاول أنك تبحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضعك المالي بتستعيد اليوم الثقة بنفسك ولكن بدك تحاذر من المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك وتنتبه على أموالك من الصرقة أو ضياع أو من بعض المحتالين ممكن تظهر اليوم بعض المصاريف الغير متوقعة اللي شوي بتطلب منك أنك تنتبهلها وتدقق فيها برج الحوت بيظل التعاب مسيطر عليكم حتى ساعات الفجر لأنه ما زال القمر موجود في بيت المتاعب وهذا الإشي بتطلب منكم الاهتمام لغذاءكم وراحتكم وبرضو لأدويتكم وعلاجكم الصحة أهم شيء من ساعات الصباح بتبدأوا اليوم فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود وبطاقة عالية بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع بتعززوا اليوم معنوياتكم من جديد وبتتحمسوا للمبادرة ولإدخال تعديلات على حياتكم هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجأة أو خبر سار أو استعداد لورش جديدة وتعتبر هاي الفترة من أفضل أيام الشهر لأنه دخول القمر دخول سعيد يجى على الحوت فرح يشحنك بطاقة جيدة ويعوض كثير من الأيام اللي راحت في نهاية حلقتنا بحب أشكر الجميع والمشاركين اللي بيشاركوا واللي بحطوا لايك وكومنت وبشيروا الحلقة شكرا للكم جزيلاً وبرضو بشكر الأشخاص المنتسبين للقناة واللي بيدعموا القناة من خلف الكوانيس شكرا للكم جزيلاً أبارك الله فيكم هيك من كون انتحينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة